نقرر الكيميا العضوية organic chemistry هنبدأ الشابطر السادس alcohols, phenols and ethers وهناخد أول محاضرة الالكوهول الالكوهول تعرفها هي المركب العضوي اللي بيحتوي على مجموعة هيدروكسايل اللي هي مجموعة OH ترتبط بزرة كربون مشبعة لازم الشرط ده؟ آه لازم الهيدروكسايل جروب بندت واساتيوريتد كربون أتم الجنرال فورميولا بتاعت الالكوهولز R-O-H النوميكليتشر إزاي نسمي الالكوهولز؟ عندي طريقة الايوباك الايوباك بتقولي أن الالكوهول بتتسمى أن احنا بنوقع حرف ال-E من الاسم بتاع البيرانت هيدروكاربون وبنضيف المقطع all أو O-L طيب القاعدة التانية بتسمية الكوهولات السلسلة الهيدروكاربونية بتترتب بحيث ياخد أو تاخد مجموعة الالكوهول أقل رقم القاعدة التالتة عندنا بعض ال-Commun نوميكليتشر يعني بعض الأسماء المتدولة للالكوهول وده بتبقى بنحط الالكايل جروب وبعدين نتبعها بكلمة أو بلفظ ناخد أمثلة مركب ثلاث زرات هيدروكاربون مشبعة مربوطة مع أو زر فيهم شبكة مع مجموعة هيدروكسايل OH بنسميه واحد بروبانال أو بروبيل ألكوهول لو مجموعة ال-OH كانت مرتبطة بزرة الكربون رقم 2 يبقى اسمه 2 بروبانال أو أيزو بروبيل ألكوهول طيب لو السلسلة الهيدروكاربونية طويلة شوية تحتوي مثلا على أربع زرات كربون بنسميه واحد بيوتانال أو بيوتايل ألكوهول وهكذا موسيقى